من اليوم إن شاء الله راح يتنشر مرسوم تنفيذي اللي راح يبين كيفاش يتعاملوا التجار مع المواطنين خاصة بالنسبة للولايات كما نقولوا ولاية البوليدة اللي راح يتعرف حجر صحي كامل وولاية الجزائر اللي تعرف نوع من الحجر الصحي يعني خاصة في الليل الناس ما لازمش يتهافتوا وما لازمش يكون فيه إفراط في الاستهلاك لأن هذا الإفراط في الاستهلاك راح ينتج عنه تبذير واختلال في السوق